أخ نيكولا طبعا في الدقائق اللي بقيوا معنا موضوع الحلقة كيف نعالج الإجهاد والضغوطات لو أردنا أن نلم الموضوع كله على بعضه ونوصل الرسالة لكل العالم اللي عم بشاهدنا وفعلا عم بمر في كل أنواع الإجهاد وعم بمر في كل أنواع الاسترس والضغوطات إيه الرسالة في النهاية اللي عاوزين نوصلها للمشاهدين الرسالة هي التالية ببعض آيات مزمور 56 ثلاثة في يومي خوفي أنا عليك أتكل إن لم يشبع الرب القلب والفكر والإرادة والهدف واليوم وبكرة لن تشبع الإنسان كل أمور هذا العالم العين لا تمتلق من النظر والأذن لا تشبع ولا تمتلق منها الحل متى 13-22 المزروع بين الشوك البزر المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الحياة يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هم الحياة وغرور الغنى وبد وبد ومش مكتفيين الاكتفاء كونوا مكتفيين بما عندكم الاكتفاء هو كنز مفقود في هذه الأيام الحل تيموثاوس أولى ستة يقول أما التقوى مع القناعة فهي ربح عظيم تجارة عظيمة أي ربح مش تجارة عم تيجر فيها جين جريد جين سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي الدولار والعالم والسيارة والزواج والمنيحة والأبيحة في حياة ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا آخر شي قدس يوم السبت شو يعني قدس يوم السبت هل الله يتعب لكي يسارية في يوم السبت لا هذه كله كتبت لنا مثالا لنا الله شو ينستراح في يوم السبت هو لم يتعب قال استراح الله في يوم السبت من جميع أعماله التي يعملها ما فيك تشتغل نانستاب في نهار بالأسبوع السبت شبات يلخص بكلمتين الراحة شو لازم نعمل يوم الراحة أحده مجاوب absolutely nothing نحن بيجي نهار السبت نهار الأحد نهار الجمعة حسب بلديننا منصلح السيارة ومنقص الحشيش ومندفع الفوتير هيدا مش لألك هيدا نهار راحة للرب خصص يوم عباد الرب شبات كمان تعني انقطاع انقطاع براو يا أخي عباد الرب هيدا نهار مش لألك مشغول أسيس ما بقدر إيجع على الكنيسة مشغول مشغول الشغل ما بيخلص فنصيحتي لكل واحد مننا أعرف قيمتك في المسيح اختبر المسيح ارجع لكلمة الرب اللي تعيد برمجتك كإنسان واستريح اترك الرب يعمل في حياتك آمين 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 إذا ممكن أخني قوله ولا في نص دقيقة هاي كلمة صلاة للي كل بمر في الإجهاد آمين انت قلت يا رب في متح داعش تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم البعض مننا فهمة بالعكس فكر انه هو بيجي لعندك بيكون مرتاح فتقوم انت بتشغله امتياز لنا أن نعمل في حقلك وخدمتك يا رب لكن أرجوك انك انت تساعدنا نكون مرتاحين لانك انت المريح انت راحت نفوسنا انت قلت لا تهتم بشيء بل في كل شيء في الصلاة والدعاء مع الشكر ساعدنا وعلمنا يا رب انه نستريح معك نستريح فيك ونعلم أن هذه الحياة لو أتت لنا بالمصاعب والهموم هي وقتية مهما طالت وحياتنا الأبدية اللي انت سميته يوم راحة أبدي رح يكون معك عن قريب بارك أخي الحبيب أسيس نزار وفريق العمل وبارك كل المشاهدين وتمجد في حياتنا اشفي جميع المتعبين يا رب خاصة المكتئبين والمهمومين يا رب انت اشفي وأعطي عزائك للقلوب باسم المسيح آمين 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 والرب يسوع وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لما بتيجي إلى يسوع فعلا كما يقول كتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الرب يسوع لما بيعمل عمل بيعمل عمل متكامل لكن كل ما عليك تيجي بتواضع بانكسار أمامه تيجي بثقة وبإيمان وبتوبة حقيقية وهو يأتي إلى حياتك الرب يباركك اشتركوا في القناة